شنت ميليشيات الحوثي الإنقلابية عمليات استهداف وقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجوحة التابعة لمدرية بيت الفقيه جنوب الحددة وقال مصدر المحليين ميليشيات الحوثي قصفت القرى السكنية بقذائف الهون والاربيجي بشكل هستيري في أوقات متفرقة وضف المصدر أن الميليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحة الرشاشة على مزارع المواطنين بالمنطقة مما أدى إلى تعطيل أعمال المزارعين وإعاقة حركة التنقل بين القرى